في كل شهر رمضان يقع مرضى السكري بين مطرقة الإفطار وسنداد الصيام ما يدفع بعضهم للمجازفة بصحتهم وصيام الشهر قبل استشارة الطبيب أمر قد يعرضهم لمضاعفات خطيرة منها فرط هبوط سكر الدم أو فرط ارتفاعه بسبب تغير نمط نظامهم الغذائي في هذا الشهر لذا ينصح المختصون بضرورة تشخيص حالتهم حسب نوع السكري لديهم لمعرفة كيفية التعامل مع حاجتهم الدوائية والطبية المهم جدا أن يناقش المريض مع طبيبه إن كان عليه الصيام أو لا فمن بين المخاطر التي وجهها المريض عند الصيام هي هبوط نسبة السكر أو ارتفاعه الجفاف وتخثرات الدم لذا وجب على المريض التوقف عن الصيام والإفطار فورا دون تردد إذا ارتفع مستوى السكر لديه فوق ثلاث قرامات أو إذا انخفض تحت سفر سبعين قرام أو الإصابة بأعراض انخفاض السكر المفاجئ توجيهات يقدمها المختصون في حال تعرض مريض السكري الصائم إلى نوبات شديدة من انخفاض مستوى السكر أو ارتفاعه لضمان سلامته مثلا إذا انخفض مستوى السكر تحت سفر سبعين قرام فعلى المريض تناول ثلاث حبات أي حجرات بالعمية تانا من السكر أو نسب كأس عصير مع إعادة قياس نسبة السكر 15 دقيقة من بعد فإذا ما زال على نفس المستوى فعلي تكرار هذه الخطوات إلى غاية استعادة المستوى الطبيعي للسكر فبمجرد استعادة المستوى الطبيعي للسكر في الدم عليه تناول وجبة خفيفة أو كاملة وذلك للحفاظ على نسبة معتدلة في الدم والوقاية من هبوطه مجددا أنصح المرضى بتناول كميات معتبرة من المياه حوالي لتر ونصف بالتقدير وهذا بطريقة متفرقة بين الإفطار والسحور وذلك لتفادي الجفاف وأيضا الإبتعاد على السكريات والحلويات وتعويذها بالفواكه الغذاء الصحي السليم والتقييد بالدواء من أهم القواعد الصحية التي يجب أن يراعيها مرضى السكري تجنبا لأي مضاعفات بسبب تغير مستوى السكري في الدم